السلام عليكم يا شباب قبل كل شي اضغط لايك الفيديو اذا ما كنتم اشترك في قناة اشترك في قناة وفعل زر الجرس اليوم جاهب لكم حل مشكلة فتح رقم واتساب لما تفتح تحط حسابك او رقمك في الواتساب راح تظهر مثل ما تشوفون هذا المشكلة تحتاج التطبيق واتساب الرسمي لاستخدام هذا الاساب انت محمل تطبيق واتساب بلاس واتساب رسمي واتساب اي واتساب راح تظهر هذا المشكلة كيف تحل او كيف تتجاوز هذا المشكلة بطريقة جدا سهل وبخطوات بسيطة راح تحل هذا المشكلة اول شي سبب هذا المشكلة انك انت تثبت اكثر من واتساب في جهاز واحد واتساب مش رسمية وتحط رقمك والشركة تعرف هذا التطبيقات مش رسمية واكثر يعني مش رسمية وراح يعطيك حذر لجهازك يعني الرقم مش محذور ولكن الجهاز محذور كيف تتجاوز هذا المشكلة وتسجل وتحط رقمك وتفتح الواتساب من جديد يعطيك الحل بطريقة سريعة وسهلة اوكي اول شي لازم تحذف جميع هذا الهاتف المشكلة اللي فيها مشكلة اوكي لازم اول شي تحذف جميع الملفات اللي فيها هذا الجهاز الحين راح بشرح لك كيف تحذف الملفات اوكي الحين تفتح تروح لملفاتي او ادارة الملفات اوكي هني في البحث اكتف في البحث واتساب واتساب الناس اللي ما تشوفون راح تظهر لك جميع ملفات كثيرة انا حذفت كثير ملفات يعني باقي كم من الملف راح احذفها الحين اوكي راح تحذف هذا الملفات شوفوا لاحظوا اي ملف لما كتبت واتساب اي ملف تظهر لك احذف كلها الوسائط الصور وكل شي لانه بدون هذا اله بدون ما تحذف ما تقدر حد الحل هذا المشكل راح تحذف تضغط على حذف اوكي الحين تحذف اي تطبيق واتساب غير رسمية او واتساب نفسه كل التطبيقات تحذفها اوكي الحين حتى الواتساب احذفه بهذا الطريق الغاء التذبيت موافق الناس ما تشوفون تم حذف الواتساب اوكي الغاء انتظر ثواني راح ينحذف خلاص نحذف الحين يعني حذف من جهاز يعني مش حذف من سطح المكتب حذف التطبيق كاملة اوكي الحين ثبت الواتساب من جديد بهذا الطريقة من جوجل بلاي او من موقع رسمي اوكي طبعا ما انصح انك تحمل واتساب بلاس واتساب يعني راح يسبب لك نفس المشاكل في المستقبل يعني الحين لو في هذا الطريقة راح تنحل المشكلة ولكن في المستقبل يمكن تواجحك مشاكل اذا ما ثبت الواتساب الرسمي او الواتساب اللي موجود في جوجل بلاي او من موقع الرسمي مثل ما تشوفون بعد ما تثبت واتساب الرسمي من موقع الرسمي اضغط على تم خلاص تم تذبيت الواتساب اوكي الناس ما تشوفون نروح لسطح المكتب تم تذبيت الواتساب من جديد حذف بعد ما حذفنا الجميع المعلومات والبيانات اللي كان مسجل اوكي الحين تختار العربية اوكي اضغل على موافق الحين لا تسوي شي خلى الجهاز مثل ما هو الحين لازم يكون عندك جهاز ثاني اه بالرقم ثاني فيها واتساب اي جهاز هاتف فيها الرقم واتساب اوكي رح نطلع الشريحة اللي في هذا الجهاز الرقم اللي المشكلة اللي ظاهر في هذا الجهاز رح نخرج نستخرج الشريحة اه عفوا خلنا ابطل الكوار فس اوكي نستخرج الشريحة اوكي طبعا انا استخرجت الشريحة شوفوا ما في شريحة حطتها في هذا الجهاز حتى اختصر الوقت اوكي كل ما عليك ان تحط الشريحة في هذا الجهاز بعد ما تحط الشريحة في هذا الجهاز ويكون عندك واتساب بالرقم ثاني مسجل في هذا الجهاز الجديد اوكي الحين تفتح الواتساب اوكي تضغط على هذا الثلاث نقاط اضغط على ادادات اضغط على حساب اضغط على بريد الكتروني اوكي الحين اضغط على اضافة بريد الكتروني اوكي نضيف ايميلك نضيف اي ايميل اوكي بعد ما تضيف جيميل يكون جيميل مفتوح لانه رح يعطيك رسالة تفعيل اوكي نضيف ايميل اوكي رح توصل رسالة تفعيل في ال ايميل رح نفتح اليميل ونشوف الرمز الناس مشوفون هذا هو الرسالة التفعيل هذا هو رمز التفعيل ستة سبعة خمسة ستة سبعة خمسة ستة سبعة خمسة واحد سبعة خمسة سبعة خمسة وغضغط على التحقق اوكي بعد ما تتحقق مثل ما تشوفوا تم التحقق خلاص الحين ارجع خطوة للخلف ارجع للخلف ارجع للخلف الحين كل ما عليك انك تروح للا ثلاثة نقاط مرة ثانية اضغط على عدادات اضغط على هذا السهم اوكي هنا يعطيك اضافة حساب شوفوا اضغط على اضافة حساب اوكي رح تضحلك واتساب ثاني يعني تسجل واتسابين اثنينة في جهاز واحد اوكي هنا رح تحط الرقم الرقم اللي موجود في هذا الجهاز المحذور اضغط على الموافق اوكي رح تحط الرقم اوكي اوكي شوفوا لاحظوا الحين تحط الرقم اوكي هذا الرقم اللي موجود الرقم الشريحة اللي نقلته هنا تحط الرقم الخاص به اوكي بعد ما حطت الرقم الهاتف هذا المحذور اللي كان في هذا الجهاز هنا اوكي الشريحة موجود هنا ايضا اوكي الحين اضغط على التالي اضغط على نعم رح توصل كود التفعيل في هذا الجهاز اوكي مثل ما تشوفوا تم تفعيل الواتساب خلاص اضغط على التخطي اضغط على التالي خلاص تم فتح الواتساب اوكي الحين بعد ما تسوي هذا الخطوة الحين عندك اثنين واتساب في جهاز واحد شوفوا لاحظوا تبديل الحساب تم هذا واتساب الناس ما تشوفوا اذا نروح للعدادات يعني شوفوا واتساب الرسمي اللي كان موجود اصل في هذا الجهاز وهذا الواتساب الرقم اللي كان محظور في هذا الجهاز اوكي ناس ما تشوفوا اه الحين كل ما عليك انك تروح لهذا الجهاز اوكي وتحط الرقم هذا الرقم اللي كان موجود في هذا الجهاز مرة ثانية في هذا الجهاز راح توصل الكود في هذا الجهاز اوكي راح نحط الرقم اوكي بعد ما حطينا الرقم نضغط على التالي اوكي اضغط على نعم الحين راح تنتظر راح يوصل الكود هنا كود التفعيل في الواتساب نفسه بيظهر بيطلع بالواتساب مثل ما تشوفون هذا والقد مباشرة راح تطلع في الواتساب اوكي راح تحط الكود ثمانية خمسة ثلاثة سفر اثنين تسع خلاص ناس ما يشوفون الحين خلاص تم التفعيل الواتساب اضغط على المتابعة اضغط على السماح سماح اوكي تخطي اضغط اي اسم خلاص بهذه الطريقة تم تجاوز الحظ جهازك في الواتساب الآن اضغط على تزجيل خلاص اخرج من هذا ازال الحساب خلاص الآن رجع سابق مثل ما تشوفون الآن كل شي جاهز مثل ما تشوفون خلاص هذا الواتساب الآن تقدر تستخرج السيم كارت وتحطه في هذا الجهاز مثل ما تشوفون تستخرج السيم كارت وتحطه في هذا الجهاز بهذه الطريقة تم تجاوز الحظر جهازك من واتساب بطريقة جدا سهلة. اذا عليكم ما انقضاء اضغط لايك الفيديو. اذا ما كنتم اشترك في القناة اشترك في القناة اشترك في القناة. وفعل زرجة. بس مع السلام.